السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبة الصفحة تخصص الحديد المشهول والإنشاة المعدنية المعدات ها تكنولوجيا المعدات هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المطارق الألية. احنا خدنا الحلقتين اللي فاتوا مقص المجموعة وتكلمنا عن مقص المجموعة وأجزاء وطريقة تشغيله والعمليات اللي بيقوم بيها. اتكلمنا الحلقة اللي بعدها اللي فاتت عن المنشير الألية وأنواعها منشار التردد منشار الصينية ومنشار الشريط التلات أنواع تكلمنا عنهم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المطارق الألية. المطارق الألية هي تحديث أو تعتبر تطوير للمطارق اليدوية. إنك مطارقة اليدوية اللي بتستخدم في التشكيل في الورش المطارقة اليدوية بيقوم العمل باستخدامها في عمليات التشكيل المختلفة. طيب المطارقة اليدوية ليها حدود في التشغيل في أبعاد القطاعات اللي ممكن تشغل عليها. وفي نفس الوقت بتحتاج مجهود وبتحتاج تكلفة أعلى. عشان كده تم تصنيع أو الألية عشان تحل محل المطار الدوية. دينا المطارقة اليدوية من الأنواع المختلفة هنشوف النهاردة أنواع المطارقة الألية وطريقة استخدام كل واحدة منهم. وفي نفس الوقت هنعرف أجزائها وهنعرف طريقة التشغيل بتاعتها. طيب نشوف مع بعض كده أولاً تعريف المطارق الألية. المطارقة الألية هي استخدمة المطارقة الألية لتحل محل المطارقة اليدوية التي كانت تستخدم في عمل المجهولات البسيطة. يعني كان عندي بيتم استخدام المطارقة اليدوية في المجهولات البسيطة. بعد كده تم اللجوء اللي نحن نستخدم من المطارقة الألية. نظراً المطارقة الألية فيها وفي نفس الوقت بيكون تكلفتها أقل من المطارقة اليدوية. يبقى استخدمت المطارقة الألية لتحل محل المطارقة اليدوية التي كانت تستخدم في عمل المجهولات البسيطة. وذلك نظر لعدم دقة المطارقة اليدوية وزيادة تكلفة. نشوف كده أنواع المطارقة الألية. نحن نقدر نقسم المطارقة الألية إلى ثلاث أنواع. تنقسم المطارقة الألية بالنسبة لطريقة رفع كتلة الطرق إلى اللي هي طبعاً المطارقة نفسها إلى ثلاث أنواع. نقدر نقول إن نحن عندنا ثلاث أنواع للمطارق الألية اللي موجودة عندنا. نشوف كده النوع الأول النوع الأول اللي هو مطارق ترفع كتلة الطرق فيها ميكانيكياً آآ طبعاً باستخدام آآ محرك كهربي زي المطارق السقوط والمطارق زياد اليايات. عندي نوعين المطارقة آآ الساقطة والمطارقة زياد الياي. دي تعتبر من النوع الأولاني اللي بيتم رفع الكتلة فيه ميكانيكياً اللي هي كتلة الطرق طبعاً اللي هي كتلة المطارقة. النوع الثاني اللي هو مطارق ترفع كتلة الطرق فيها بالهواء المضغوط وتسمى المطارق الهوائية. في النوع دوة بنستخدم الهواء عشان نقدر نرفع كتلة المطرقة في عملية تحريك كتلة المطرقة من اسفل لاعلى عشان نقدر نديها قوة دافعة عشان تنزل على المشغولة بقوة دافعة وبتقلها فبستخدم هنا الهواء المضغوط طبعا بيكون داخل مكابس المكابس ديات بيتحرك فيها الهواء فبيعمل على تحريك كتلة المطرقة لاعلى عشان تقدر تسقط على المشغولة فتحدث فيها التأثير النوع الثالث اللي هو مطارق مطارق ترفع كتلة الطرق فيها بضغط البخار وتسمى المطارق البخارية هنا باستخدم البخار والمطارق ديات تعتبر من من اكتر المطارق توفيرا للنفقات وبيتم كان بيتم فيها استخدام البخار الناتج من عمليات التشغيل داخل المصنع بيتم اخد البخار دوت وسحبه داخل موسير او داخل ممرات بيتم اعادة استخدامه في تشغيل المطارقة البخارية نشوف بعد كده اول نوع من انواع المطارق اللي هي المطارقة ذات السير المطارقة ذات السير بتعتبر من المطارق الساقطة واساس عمل المطارقة ذات السير اللي هي عبارة عن مطارقة مسبتة في طرف سير السير ده بيبقى ملفوف حوالين طارق او طنبور متصل بالمحرك الكهرابي وبيكون الطرف الثاني متصل بزراع التشغيل او يد التشغيل اللي بيمسكها العامل اه عند دوران المحرك الكهرابي بيتم اه حركة الطنبور الحامل للسير فيبتدي يعمل عملية رفع للسير اثناء تحريك العامل ليد التشغيل فالعامل بيقوم بتحريك يد التشغيل فتبتدي الحركة محرك المحرك الكهرابي يبدأ حركته فتبتدي اه السير يلف مع الطنبور فتبتدي كتلة كتلة المطرقة ترتفع لأعلى والغاية ما توصل لحد معين يبتدي بعد كده يحصل سقوط للمطرقة على المجهولة فتحدث عملية الطرق المطلوب هذا النوع من المطارق يعتبر من المطارق السقطة واساس عملها هو انه اذا رفع سقل معدني او مطرقة بأي وسيلة ميكانيكية الهدف ان انا ارفع السقل المعدني بوسيلة ميكانيكية الارتفاع يتناسب مع القوة الرافعة يعني في قوة رفع هنا او طاقة وضع بتاخدها المطرقة عشان تبقى على استعداد ان هي تسقط من ارتفاعها على المجهولة فتحدث بيها عملية التشكيل يبقى هنا بيكون الوسيلة ميكانيكية بتؤدي الارتفاع يتناسب مع القوة الرافعة وبعد كده بنترك المطرقة لتسقط بين دليلين هنا بيكون في دليلين بتتحرك المطرقة وما بينهم الدليلين الهدف منهم ان هم يعملوا عملية توازن للمطرقة بحيث ان يحددوا مكان نزول المطرقة فهنا بيتم السقوط بين دليلين فانها تحدث طرق على الجسم اذا الذي سقطت عليه بقوة كبيرة طيب نشوف شكل المطرقة الشكل اللي موجود قدامنا ده عبارة عن رسم توضيحي لفكرة عمل المطرقة ذات السير انا عندي هنا اول حاجة محرك كهرابي مركب عليه طنبور رئيسي اللي هو الف المحرك كهرابي متركب عليه الطنبور الرئيسي اللي هو الف بيكون ملفوف عليه السير بتاع المطرقة وبيكون ملفوف حوالين نقطة ارتكاز اللي هي جيم وبيكون نقطة ارتكاز دي عبارة عن طنبور تاني متصل بدراع بينتهي بيد التشغيل عندنا طبعا فيه فرامل الفرامل دي الهدف منها ان هي تعمل على حفظ توازن السير او بتعمل على اقاف حركة السير لما بيكون السير في اقصى ارتفاع ليه تمهيدا لسقوطه بيكون عندي هنا سقل المطرقة وبيكون عندي المشغولة اللي باللون الاسود وعندي السندان او السندال اللي بيسقط عليه المطرقة وبيكون موضوع عليه طبعا المشغولة نشوف كده طريقة او نظرية تشغيل المطرقة ذات السير نقول هنا حيث يمر السير حول طارة محملة على محور وفي احدى نهايتين السير تربط المطرقة اللي هي الكتلة المعدنية والطرف الاخر للسير تؤثر فيه القوة التي تسبب الحركة الميكانيكية لرفع المطرقة اللي هي النقطة اللي قلنا عليها بيكون فيها يد تشغيل اللي بيكون العامل ماسكها بحيث ان هو يبدأ عملية نقل الحركة للسير وبالتالي للمطرقة يكون هنا عند تأثير القوة على السير بشده الى اسفل فان المطرقة ترتفع باحتكاك السير مع الطارة هنا عند السير ملفوف حولين الطارة بيحدث احتكاك ما بين السير وما بين الطارة بحيث ان يؤدي الاحتكاك ده الى ارتفاع الطارة لأقصى درجة ممكنة لأعلى وعند ترك تأثير القوة طبعا القوة اللي بتحدث عملية رفع للسير ده لما نعمل عملية الفرامل نشيل تأثير الفرامل اللي موجودة فيبتدي هنا السير يسقط الى اسفل بتأثير وزن وطبعا هنا تأثير وزن المطرقة بيكون هو السبب الرئيسي في نزول المطرقة بقوة على المشغولة عشان تحدث بيها عملية الايه تشكيل وينتج من ذلك طرقة قوية على الشغلة الموضوع على السندال تحت المطرقة عندي بعد كده اجزاء المكينة قدر اقولي ان اجزاء المكينة طبعا الاجزاء الرئيسية لاي مكينة بيبقى عندي هنا طبعا المطارق بتتوقف عملها على نوع طريقة نقل الحركة زي ما قلنا ان فيه طريقة للمطارق ميكانيكية فيه طريقة للمطارق الهوائية او فيه طريقة للمطارق البخارية اول اجزاء عندي هنا بالنسبة للمطارقة ذات السير اللي هو سقل المطارقة طبعا من الاجزاء الرئيسية التقل بتاع المطارقة اللي هيعمل على تشكيل المشغولة تاني نقطة اللي هي السير المعلق به سقل المطارقة طبعا السير ده من الاجزاء الرئيسية لان انا بعلق فيه طقل المطارقة في طرف والطرف التاني بيكون متصل بيد التشغيل عندي نمرة ثلاثة دواسة التشغيل اللي هي الدواسة اللي بيقوم العامل بضغط عليها عشان تعمل عملية التشغيل عندي عمود الحركة الحامل او المحور الحامل للطنبورة او للطارة عمود الحركة دوا طبعا اللي هو متفرع من المحرك الكهرابي بيكون متصل بيه الطنبور او الطارة بحيث ان هو ينقل الحركة من المحرك الكهرابي للطنبور او للطارة المتصلة عشان تنقل الحركة للسير عندي المحرك الكهرابي الذي يحرك عمود الحركة اخر نقطة عندي اللي هو سير نقل الحركة من المحرك الكهرابي دي أجزاء الماكينة طيب كده قلنا النوع الأولاني عبارة عن مطرقة بتسمى المطرقة ذات السير أو المطرقة الساقطة المطرقة دي الأساس فيها عبارة عن سير ملفوف حوالين طنبور أو طارة بيركب فيه سوق للمطرقة من الطرف والطرف الثاني بيكون متصل بيد التشغيل أو زراعة التشغيل لما تبتدي تنتقل حركة من المحركة كهارابي للطنبور بيبدأ ارتفاع الطقل بتاع المطرقة عن طريق الاحتكاك ما بين السير وما بين الطنبور فتبتدي طقل المطرقة يرتفع لأعلى وعندما يصل طقل المطرقة إلى أقصى ارتفاع بيكون هناك فرامل الفرامل دي بيتم عن طريق شد أو جذب زراعة التشغيل فتبتدي الفرامل تفوق فيبتدي طقل المطرقة يسقط على المجهولة فيحدث فيها عملية التشكيل اللازمة النوع الثاني عندي المطرقة ذات اللوح المطرقة ذات اللوح دي عبارة عن مطرقة بيتم استخدام لوح من الخشب لوح الخشب ده بيكون زي دليل بيتسبت في الطرف بتاعه طقل المطرقة وبيتحرك اللوح الخشبي ده ما بين طنبورين بحيث انه هو الطنبورين بيدوره عكس اتجاه بعض فيبتدي يتسحب اللوح الخشبي لأعلى وبالتالي بيرتفع معه طقل المطرقة زي ما هنشوف دلوقتي بنقول ان هي هذه المطرقة يستعمل فيها لوح من الخشب بدلا من السير انا استعطت عن السير اللي كنت بستخدمه في المطرقة الاولانية بلوح من الخشب بيرتفع او بيثبت في طقل المطرقة وبيكون بيعتبر من اكثر انواع الحدادة المتساقطة التي تعمل بالجاذبية طبعا قلت ان طقل المطرقة بتثبت في اللوح الخشبي واللوح الخشبي بتحرك ما بين طرطين او طنبورين بيعملان على رفع اللوح وبالتالي رفع طقل المطرقة الى اعلى بيثبت الرأس الذي يحمل القالب العلوي اللي هو المطرقة في لوح من الخشب الصلد ويمرر بين مجموعات من الاستوانات تدور في اعلى المطرقة وتضغط الاستوانات على اللوح فيرتفع الرأس اللي هو طبعا طقل المطرقة بيرتفع الى اعلى او الى ارتفاع معين فيفصلها العامل فتلقى الضربة المطلوبة وتنتج هذه الضربة من سقوط الرأس دي لوح من الخشب مسبت في طقل المطرقة بيتحرك بين بكرتين او طرطين او طنبورين الطنبورين دول بياخدوا حركتهم من محرك كهرابي لما بيلفوا عكس اتجاه بعض بيبتدوا يسحبوا اللوح الخشبي الى اعلى وبالتالي ترتفع معه سقل المطرقة لما بتصل الى اقصى ارتفاع بيقوم العامل بفصل اللوح الخشبي بين الطنبورين عن طريق جذب اليد او الزراع فتبتدى تعمل على سقوط المطرقة نتيجة لنزول اللوح الخشبي نتيجة الجذبية الارضية الى اسفل فيبتدى يعمل عملية الطرق اللازمة على المشغولة وتتوقف قوة الرأس على وزن الرأس طبعا لما بقول ان انا عندي مطرقة المطرقة دي تقلها هو العامل الاساسي اللي بيأثر في المشغولة لان بينتج عن الطقل ده جذب عن طريق جذبية الارضية فتبتدى المطرقة تسقط بتقلها على المشغولة وبتحدث بيها تأثير وكلما كانت رأس المطرقة او الجزء المعدني بتاع المطرقة ده وزنه كبير كلما كان احداثه للطرقة بيكون اكبر وبيكون سرعة السقوط بتاعته اجمرة نقول بعد كده بتصنع هذه الماكينات باحجام وقدرات مختلفة يعني عندي المطرقة ذات اللوح الخشبي ممكن الاقي مطرقة بتتراوح القدرات بتاعتها ما بين 50 كيلو الى 500 كيلو جرام يعني عندي مطارق مختلفة من حيث الاحجام ومن حيث القدرات بالنسبة للنوع ده وتقدر نستخدمها في عمليات التشكيل ممكن نلاقي مطرقة وزنها مثلا بيكون وزن الجزء المطرقة فيها من 50 ل 500 كيلو جرام وتمثل هذه القيمة اوزان المطارق المتساقطة طبعا قيمة الوزن بتاع كل مطرقة بيختلف معها قدر التشغيل المطرقة وتمثل هذه القيمة اوزان المطارق المتساقطة وجميع الاجزاء الاضافية المثبتة عليها وتستخدم المطارق المتساقطة ذات اللوح في انتاج جميع انواع منتجات الحدادة من اجزاء الماكينات الصغيرة الى اجزاء التوربينات الكبيرة يبقى هنا نتيجة لتنوع احجام او اوزان المطارق او الماكينات ديت وقدراتها المختلفة فاقدر ان انا اعمل بها عملية تشكيل لاجزاء صغيرة جدا الى توربينات كبيرة او اجزاء كبيرة نتيجة لتنوع الماكينات ما بين الوزن من خمسين لخمسمائة كيلو جرام فاقدر استخدمها على مدى كبير ان انا اعمل عملية تأثير او عملية تشكيل لاجزاء صغيرة الى اجزاء اكبر واكبر عندي بعد كده اجزاء الماكينات اول حاجة طبعا الجزء الاساسي سقل المطرقة الجزء التاني اللي هو لوح الخشب الذي يحرك سقل المطرقة ده النوع الجزء التاني او الجزء الاساسي من الاجزاء او فكرة عمل المطرقة مبنية على اللوح الخشب ده نمرة تلاتة السندال سندال ده اللي هو الجزء القعدة اللي بيتثبت عليها او بتحط عليها المشغولة عشان تعمل عملية التشكيل عندي بعد كده يد التشغيل بتاعت المطرقة عندي دليل ضبط مشوار سقل المطرقة عندي دليل الدليل ده بيحدد لي مكان سقوط المطرقة عشان المطرقة تنزل في مكان اللي انا محدده فلازم يكون في دليل بيتحرك دليلين بيتحرك ما بينهم تقل المطرقة عشان يحفظوا توازن التقل بحيث ان هو ينزل لما ييجي ينزل ينزل عموديا ما يبقاش فيه ميل او يبقى فيه حركة تبعد عن التأثير على المشغولة بحيث ان هو ينزل عموديا على السندال وبالتالي ينزل على الجزء اللي انا بشكله عندي بعد كده طريق التشغيل المطرقة ذات اللوح زي ما قولنا ان الطريق التشغيل المطرقة ذات اللوح عبارة عن لوح من الخشب اللوح الخشب ده مسبت فيه تقل المطرقة من الطرف وبيتحرك اللوح الخشب ما بين طنبورين الطنبورين دول بياخدوا حركتهم من محارك كهربي وبيكون حركة دوران الطنبورين عكس بعض بحيث ان هما نتيجة للإحتكاك يبتدي اللوح الخشبي يتحرك ما بين الطنبورين ويبتدي يرتفع اللوح الخشبي وفي نفس الوقت بيرفع معه طوال المطرقة للارتفاع معين وبعد كده نتيجة لان الطنبورين بيتفصلوا عن بعض نتيجة لان حركة العامل وهو شغال بيبتدي يفصل الطنبورين عن بعض فيبتدي اللوح الخشب يسقط على المشغولة بتقل المطرقة بتقل بتاع المطرقة عشان يعمل عملية تشكيل لجزء الجزء المعدني اللي انا بعمل في عملية التشكيل ده الشكل او الصورة التوضحية اللي بنوضح من خلالها شكل المطرقة عندي هنا لوح من الخشب الجزء بتاع الرئيسي لوح الخشب بيتحرك ما بين الطنبورين وشايفين ان الطنبورين كل طنبور ليه سهم فوقيه السهم ده بيحدد اتجاه حركته بحيث ان الطنبورين يكونوا بيتحركوا عكس بعض النتيجة لتحريك الطنبورين عكس بعض يبتدي نتيجة للاحتكاك يرتفع اللوح الخشبي الى اعلى حاملا معا تقل المطرقة بيكون عندي هنا طبعا السندان اللي بنزل على المطرقة عندي عمود الادارة ده اللي هو مسبت على المحرك الكهرابي بيكون متركب او متوصل به الطنبور اللي عليمين عشان يعمل عملية دوران وبالتالي الطنبور اللي على اليسار بيتحرك نتيجة للاحتكاك ما بينه وما بين اللوح الخشبي عندي كورس لا مركزي اللي هو الاكسنتريك عشان يعمل عملية تحديد او عملية دوران للطنبور بطريقة لا مركزية عندي دليل ضبط المشوار اللي انا بحدد من خلاله ارتفاع السوق للمطرقة اللي انا عايز يوصل لطوق للمطرقة عندي يد التشغيل تمام وعندي دي السندان دي الاجزاء الرئيسية اللي بتوضح لي من خلال بوضح من خلالها الشكل او طريقة تشغيل المطرقة ذات اللوح يبقى من خلال اللي احنا قلناه بيثبت طوق للمطرقة في لوح من الخشب يتحرك رأسيا الى اعلى والى اسفل بين طنبورين وبيكون الطنبورين دول بيدوروا بيدوروا في اتجاهين مختلفين عكس بعض بحيث ان هم يعملان على رفع اللوح الخشبي نتيجة للاحتكاك مع الطنبورين وبيصل طبعا للوح الخشب الاقصى ارتفاع بالنسبة وبعد كده بيبتدي يسقط بتقل المطرقة على المشغولة زي ما احنا قلنا ده شرح لله انا قلته فاذا ادير هذا الكرسي غير المركزي الى اسفل فان الطنبور المركب على عمود هذا الكرسي يتحرك قليلا الى الاسار فتقل المسافة بين الطنبورين طبعا المسافة بين الطنبورين بتقل فيبتدي هنا يحدث احتكاك مع اللوح الخشبي فيرتفع اللوح الخشبي لما بتزيد المسافة بين الطنبورين بيحدث ان الاحتكاك ما بين الطنبورين واللوح الخشبي بيقيل فيبتدي يسقط اللوح الخشبي نتيجة لتأثير الجاذبية الارضية اللي بتجذب طول المطرقة هنشوف بعد كده طبعا دي تكمل الشرح طريقتنا للحركة زي ما احنا قلنا عندي بعد كده المطرقة ذات الياي او السوسطن المطرقة ذات الياي دي نوع من انواع المطارق اللي بتستخدم فيها الياي او السوسطن عشان تعمل عملية نقل للحركة لطول المطرقة هنشوف كده الفكرة بتاعتها تستخدم هذه المطرقة في تشكيل المشغولات الصغيرة ذات سكاكين الالات القاطعة يعني ممكن اعمل بها سكاكين الالات القاطعة وفي هذا النوع تثبت وتعلق المطرقة في اشريطة قوية من الجلد يبقى هنا النوع دوت باستخدم اشريطة من الجلد استعادة عن اللوح الخشبي واستعادة عن السير اللي كانوا موجودين في النوعين الاولينين يبقى هنا اشريطة قوية من الجلد الاشريطة الجلد دي بيثبت فيها تقل المطرقة بيكون اشريطة قوية جدا من الجلد بواسطة صفيحة واحدة من الصلب مشكلة بنفس الانحناء يبقى ابتدى هنا باخد الاشريطة من الجلد دي بيكون ملفوفة على صفيحة من الصلب لها درجة دوران او انحناء معين عشان الاشريطة تاخد نفس درجة الدوران بتاعتها حيث تتصل مفصلين بنهايتين زراعين متصلين مع المطرقة في نقطة واحدة وتتصل الاشريطة مع منتصفها بزراع تتصل بنهايته الاخرى مع كرانت يدور بواسطة قوة بل فكرة عندي هنا عبارة عن اشريطة من الجلد الاشريطة من الجلد دي الاشريطة الطرف بتاعها فيه دراعين الدراعين دول متصلين مع طول المطرقة لما بنعمل عملية التشغيل بيبتدي الأشرطة من الجلد تبتدي ترتفع فيبتدي يتضم الدرعين مع بعضه فيرفعه طول المطرقة الأعلى زي ما هنشوف دلوقتي فطول المطرقة بيرتفع لأعلى حاملا طبعا نتيجة لتأثير الأشرطة ونتيجة لجذب الدرعين لطول المطرقة وبيتحرك طول المطرقة بين دليلين فيبتدي يرتفع لما بيوصل طول المطرقة لارتفاع معين يبتدي بعد كده حركة الأشرطة تبتدي تتفرد فيبتدي ينزل الدراعين الحاملين لتقل المطرقة فتبتدي تسقط المطرقة على المشغولة اجزاء المكينة عندي هنا ده النوع المطرقة عندي هنا المربعة دي الاشرطة القوية من الجلد انه شايفين ان هي وغدة شكل انحناء معين دي بيكون متسبت فيها في الطرف الايمن والطرف الايصر الدراعين الدراعين دول بيكونوا حاملين لتقل المطرقة نشوف كده الاجزاء عشان نوضحها مع الشكل اللي موجود قدامنا اول حاجة نمرة واحد تقل المطرقة اللي موجود عندي رقم واحد نمرة اتنين السندال ده القعدة اللي بيتسبت عليها ايه المشغولة عندي رقم تلاتة جسم المطرقة رقم اربعة الياي او الاشرطة القوية من الجلد اللي احنا قلنا عليها اللي بيتسبت فيها المطرقة او جسم المطرقة عندي نمرة خمسة زراع توصيل الحركة من الكرانك للياي عندي هنا نمرة خمسة ده ده زراع واصل ما بين الكرانك اللي هو رقم ستة الكرانك ده عبارة عن قرص دائري القرص الدائري ده بيكون متصل بالمحرك الكهرابي من المركز وبيكون متصل عليه دراع من الاطراف حوالين المحور بتاع القرص فيبتدي يعمل نتيجة لدورانه القرص لما بتنتقله الحركة من المحرك الكهرابي يبتدي الجزء اللي مركزي ده يتحرك فيبتدي يسحب الدراع لاعلى وبالتالي بيسحب معاه الاشرطة القوية اللي من الجلد اللي بيكون حاملة لطول المطرقة لما يبتدي يستكمل اللفة بتاعته الكرانك ده او الجزء الاكسنتريك اللي مركزي ده يبتدي الدراع يتحرك معاه فهيبتدي يسقط لأسفل او يبتدي ينزل لأسفل فهيبتدي يعمل عملية ضغطي لاشرطة الجلد وبالتالي بيضغط الدراعين الحاملين للمطرقة فتسقط المطرقة على المشغولة نمرة ستة زي ما قلنا اللي هو الكرانك او الجزء الدائري اللي بيكون متصل بالمحرك الكهرابي وفي نفس الوقت بيكون حامل لدراع التوصيل المتصل بالياي عندي نمرة سبعة نقل الحركة طبعا اللي هو المحرك الكهرابي المستخدم عشان يعمل نقل للحركة من بيحاول الطاقة من طاقة كهرابية لطاقة حركية عشان يقنقل الحركة للكرانكو وبالتالي تنتقل الى اشريطة الجلد وبالتالي الى المطرقة عندي الياي نمرة تمانية الياي ده جزء اللي انا بعمل من خلاله عملية شد او جذب الياي نتيجة لتأثير التوء لعشان يبتدي يعمل عملية سقوط للمطرقة عندي نمرة تسعة وصلة نقل حركة حركة الدواسة دي وصلة عشان تنقل الحركة لانها متصلة بالدواسة وفي نفس الوقت متصلة بالجزء بتاع نقل الحركة اللي متصل بالاشريطة الجلد عندي بعد كده الدواسة اللي نمر عشرة اللي هي الجزء الدوراني اللي تحت ده ده دي دواسة بيقوم العمل بالضغط عليها وبعد عملية الضغط يبتدي تنتقل الحركة للمحركة كراب فيبتدي تعمل عملية نقل الحركة للاشريطة وبالتالي الى المطرقة وبتعمل عملية ضغط للمطرقة فتسقط على المشغولة عندي هنا دي شكل تشريح للمكينة عندي اول حاجة القرص اللي هو الكرانك كرانك زي ما احنا شايفين متصل بيه زراعة توصيل زراعة توصيل ده متصل بالاشريطة من الجلد اللي بيكون متسبت في الطرفين بتوعها دراعين الدراعين دول محاملين لطول المطرقة طبعا طول المطرقة بتحرك هنا داخل دليل بين دليلين او داخل استوانة بحيث انه هو تحفظ التوازن بتاعه بحيث انه يسقط فيه جزء معين ما يحصلش فيه انحراف عند السقوط عندي المشغولة او الشغلة وعندي السندان دي تعتبر فكرة التشريحية لطريقة عمل المطرقة ذات الياي زي ما قلنا عند دوران الكرانك ببط فان سقوط المطرقة يرتفع وينخفض بدون اي تأثير على الاشريطة اي ان مشوار طقل المطرقة هو نفسه مشوار الكرانك يعني الكرانك ده بيلف فيبتدي يعمل عملية جزب للدراع الحامل للاشريطة وبالتالي ترتفع الاشريطة وتبتدي تعمل عملية التقوص او الانحناء فتجذب معها طقل المطرقة لأعلى وبيكون هنا الطقل بيندفع مسافة تزيد على مدى مشوار الكرانك فاتحا الاشريطة يعني الاشريطة بتبتدي تفتح وتبتدي تعمل عملية جزب للدراعين الحاملين لطقل المطرقة ثم يرتدي بتأثير قوة الاشريطة او الانحناء يتضح من ذلك انه كلما زادت سرعة الكرانك وكلما زاد مشوار طقل المطرقة وزادت سرعته بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي الكرانك الجزء المركزي او الاكسنتريك ده كل ما كان سرعته اكبر كل ما كان حركة المطرقة وترددها اكبر يعني بيتوقف حركة الكرانك على سرعة التقل بتاع المطرقة زي ما قلنا ان الكرانك ده عبارة عن جزء دائري اكسنتريك متصل بالمحرك الكهرابي من المركز وفي نفس الوقت بيكون على محوره جزء دائري متصل بيه دراع الدراع دوت بيبتدي كل ما الكرانك يدور كل ما الدراع يتحرك معاه زي فكرة القطار الاديمة كان عبارة عن قرص دائري بيتحرك بيجذب معاه دراع كل ما بيتحرك يبتدي الدراع ده يتحرك معاه في اتجاه معين كل ما يتحرك يجذبه للامام وبعد كده لما يجي يلف ويرجع في اتجاهه يبتدي يرجعه للخلف هنا الفكرة ان القرص الاكسنتريك بيعمل على جذب الدراع الحامل للاشرطة الاعلى ولما يلف الاكسنتريك وينزل يبتدي الدراع ينزل يضغط الاشرطة وبالتالي يضغط على الزراعين المتصلين بالمطرقة فتبتدي تسقط المطرقة على المشغولة بسرعة تتناسب مع سرعة الكرانك طيب انا بقول لي ان المطرقة دي هذه المطرقة تعطي من 100 الى 300 طرقة في الديئة بمعنى ان هي لها سرعات مختلفة تتراوح ما بين 100 الى 300 طرقة في الديئة ده دليل على سرعة المكينة او المطرقة ويمكن تنظيم سرعة المطرقة واقفها او تشغيلها بواسطة دواسة قدم قلنا ان انا عندي دواسة القدم هنا الهدف منها ان انا اعمل عملية توصيل او عملية بداية نقل الحركة يعني لما باضغط على الدواسة تبتدي تدي الامر للمحرك الكرانك ان هو ينقل حركته للكرانك وبالتالي الكرانك ينقل حركته للدراع الحامل للاشرطة وبالتالي الاشرطة تسحب المطرقة لاعلى لما يلف الاكسنتريك يبتدي يضغط الاشرطة وتبتدي الاشرطة تضغط على الدراعين الحاملين للمطرقة وتبتدي المطرقة تسقط لأسفل قلنا بتتراوح هنا عدد الطرقات بتاعت المطرقة من 100 إلى 300 طرقة في الديئة وده عدد سرعة كبير جدا طبعا بيكون لتأثير على المشغولة ويمكن تنظيم سرعة المطرقة وإيقافها أو تشغيلها بوسطة الدواسة قلت أنني عندي الدواسة دي الهدف منها بداية الحركة أو نهاية الحركة لو الضغط عليها بيتم نقل الحركة المحركة ابتدي تشغيل المحركة الرابع ونقل الحركة للكرانج لما بشير رجلي من عليها يتبتدي تتوقف الحركة ويبتدي توقف المحركة الرابع فتقف الحركة الواصلة للكرانج يقف يقف لما بيقف في الكرانج بتعمل عملية وقف لحركة تقل المطرقة تستعمل المطرقة الهوائية طبعا عندنا النوع المطرقة الهوائية من كلمة المطرقة الهوائية الفكرة فيها إن هي بتستخدم طيار من الهواء بيكون الهدف منه نقل الحركة لطقل المطرقة عن طريق طبعا المكابس المكابس بيتحرك جواها جزء اللي هو الاستواني بضغط الهوى بتستعمل مطارك الهوائية في تشكيل مختلف الأشجال ويمكن تقسيم المطارك الهوائية من حيث طريقة رفع الطقل الى نوعين باستخدم المطارك الهوائية اللي هي بتستخدم في عملية التشغيل عندي نوعين من المطارك الهوائية النوع الاولاني اللي هو بيكون مطارك تفريغ الهوى مطارك تفريغ الهوى اللي هي بيستخدم في عملية تفريغ او خلخلة للهواء اعلى المكبس بحيث اننا بعمل عملية ضغط او خلخلة او تفريغ للهوى في المكبس النوع التاني المطارك الهواء المضغوط النوع الاولاني تفريغ الهوى النوع التاني الهواء المضغوط وفيها بيتم رفع الطقل بوسيطة هواء مضغوط يحضر في استوانة يحضر في استوانة مستقل بمعنى ان انا عندي استوانة الاستوانة دي بضغط فيها كمية من الهوى كمية الهوى دي بتعمل على ضغط مكبس المكبس بيكون متصل بطقل المطاركة عن طريق زراع فيبتدي طقل المطاركة يتحرك لايه لاسفل لما ببتدي بعد كده تستكمل الحركة يبتدي يعمل عملية سحب الهوى فيبتدي يسحب المكبس فيبتدي يسحب معه طقل المطاركة لاعلى فيبتدي تعمل عملية دفع المطاركة الاعلى لما يبتدي عملية الضغط الهوى تنزل المطاركة سحب الهوى يبتدي لايه المطاركة ترتفع لاعلى زي ما هنشوف كده عندي اولا مطاركة تفريغ الهوى مطاركة تفريغ الهوى اجزاء المطاركة اول حاجة عمود ادارة يتحرك حركة دورانية عمود ادارة طبعا ده بيكون دليل على انه فيه محرك كهرابي بيدي حركته ليه جزء اللي هو الكرانك او الكورس الاكسنتريك تاني حاجة كرانك متصل بعمود الادارة الكرانك ده اللي بياخد الحركة من المحرك الكهرابي تمام عندي بعد كده زراعة توصيل متصل بالكرانك عندي نمرة اربعة استوارة يتحرك داخلها مكبس قلنا طبعا ان ادارة توصيل ده متصل بالمكبس اللي بتحرك داخل الاستوارة عشان يعمل عملية ايه سحب او سحب للهوى او تفريغ للهوى تمام عندي بعد كده نمرة خمسة دليل رأسي يتحرك داخلها الاستوارة الدليل ده عشان يعمل عملية توازن زي ما قلنا قبل كده لحفظ التوازن بالنسبة لطول المطاركة يتحرك فيه جزئية معينة ما يحصلش فيه حركة يحصل فيها خلل بحيث ان طول المطاركة يتحرك عموديا من اعلى الاسفل عندي بعد كده مكبس يتحرك داخل الاستوارة المكبس زي ما قلنا المسؤول عن ضغط الهوى وبالتالي ضغط الدراع المتصل بتقل المطاركة فيعمل عملية الطرق عندي عمود المكبس عندي بعد كده تقل المطاركة واخر حاجة السندان او القاعدة زي ما اتفقنا ان كل المطارك فيها تقل المطاركة وفيها سندان طبعا فيه محرك كهرابي ده جزء من الاجزاء الرئيسية طبعا طريق نقل الحركة للمطاركة او طوق المطاركة بتختلف من مطاركة الاخرى على حسب ما احنا قلنا الطريقة الاولينية بالسير الطريقة التانية باللوح الخشبي الطريقة التالتة بالاشرطة الجلد برضو عندنا بعد كده المطاركة الهوائية بيتم عن طريق ضغط الهوى او خلخالة وتفريغ الهوى نشوف بعد كده طريقة التشغيل ونقل الحركة بالنسبة للمطاركة الهوائية الهوائية اللي هي بتستخدم فيها تفريغ الهوى عندي ده الشكل التشريحي بتاع المطرق عندي محرك كهربي طبعا متصل بي كرانك او قوس او قرص لمركزي اكسنتريك متصل بيه الدراع اللي احنا شايفينه ده اللي هو اللبني اللي لونه ده الدراع ده متصل بيه استوانا الاستوانا بتتحرك داخل مجبس بحيث النهاية جزء دوران يتحرك داخل مجبس بحيث يعمل عملية حصر الكمية الهوى اللي موجودة عشان لو حصل ان الهوى تفرغ من المكان هيبقى هنا نقل الحركة للمطرقة في خلل هيبقى عندي هنا زي ما قولنا استوانا بتتحرك داخل مجبس عندي عمود المجبس تمام عمود المجبس ده متصل بطوء للمطرقة وعندي الشغلة اللي احنا هنعمل لها عمل ايه التشكيل وفيه كمان السندان او القانع الفكرة هنا لما يبتدي المحرك الكهربي يتحرك يبتدي الكرانك ده ياخد حركته من المحرك الكهربي يبتدي الدراع اللي هو متصل بالكهرانك ده الحامل للستوانا يبتدي يلف مع الايه مع الكرانك كل ما يلف الكرانك كل ما يتحرك الدراع مرة بيتحرك لاعلى فيسحب معاه الاستوانا مرة بيلف تاني ويضغط لاسفل فيبتدي يضغط الاستوانا لما بيسحب مع الاستوانا بيبتدي كمية الهوى اللي موجودة داخل المجبس هنا تبتدي تتسحب مع الاستوانا لاعلى فيبتدي يعمل عملية سحب الدراع لعمود المجبس الحامل للايه للمطرقة فترتفع المطرقة إلى أعلى لما يلف الكرانك تاني يبتدي يضغط الدرع ده الأسفل فيضغط الاستوانة فتضغط كمية الهوى اللي موجودة عندي هنا فتضغط على عمود المجبس الحامل المطرقة فتبتدي المطرقة تسقط في اتجاه المشغولة تحدث عملية تشغيل أو عملية تشكيل للمشغولة يبقى فكرة عمل المطرقة دي أن هي عبارة عن استوانة بتتحرك داخل المجبس بيكون موجود فيها كمية من الهوى مسؤولة عن سحب المطرقة الأعلى وفي نفس الوقت مسؤولة عن ضغط المطرقة حيث أن هي تتحرك إلى أسفل فتضغط على المشغولة تبدأ الحركة من عمود إدارة اللي هو طبعا المحرك الكهارابي مركب عليه كرانك متصل بزراعة بزراعة توصيل زراعة توصيل طبعا متصل باستوانة بيتتحرك بين دليلين رأسيين وبيتتحرك داخل الاستوانة مجبس بيتم أو بيتصل بعموده عمود المجبس بيتصل بسوق للمطرقة عند تحريك الكرانك يرتفع زراعة توصيل فترتفع معه الاستوانة وحيث أن المجبس لن يتحرك فإن حجم الحيز الموجود أعلى المجبس يزيد فيقل الضغط فيه طبعا الضغط هنا بيقل النتيجة اللي أنا سحبت كمية الهواء الايه لأعلى فسحبت معها زراعة توصيل المتصل بطول المطرقة وحيث أن الضغط أسفل المجبس يساوي الضغط الجوي كون هنا الضغط داخل المجبس بيساوي الضغط الجوي فإن فرق الضغطين بيدفع المجبس إلى أعلى رافعا معه سوق للمطرقة وقبل أن يصل المجبس إلى نهاية مشواره تكون اللستوانة قد بدأت في الهبوط فيقل الحيز أعلى المجبس ويزيد الضغط فيرتفع المجبس بشدة إلى أسفل بشده إلى أسفل ومعه سوق للمطرقة فتحدث الطرقة ثم تبدأ اللستوانة في الصعود ثانيا فيقل الضغط أعلى المجبس فيرتفع وهكذا تتكرر العملية هنا العملية زي ما احنا قلنا نتيجة عن سحب كمية الهوى أو ضغط كمية الهوى كمية الهوى لما بتتسحب بتسحب معها اللستوانة اللستوانة بتتسحب الأعلى فيبتدت تعمل عملية جذب من خلال شفط الهوى أو تفريج الهوى بتعمل عملية جذب للدراع أو للجزء الحامل لطقل المطرقة فترتفع المطرقة لما بيبتدي هنا يلف الكرانك يبتدي يضغط الدراع المتصل باللستوانة فتبتدي اللستوانة تضغط الهوى فيبتدي الهوى يضغط على طقل المطرقة فتحدث عملية الطرقة طيب نوع الثاني بعد كده من المطارق الهوائية اللي هو مطرقة الهواء المضغوط مطرقة الهواء المضغوط أجزاءها هنا عندي أول حاجة طلومبة هوا طلومبة هوا دي مسؤولة عن دفع كمية الهوا اللازمة لعملية التشغيل تاني حاجة كباس الطلومبة الكباس ده المسؤول عن ضغط كمية الهوى في عندي بعد كده عمود الكباس بعد كده عندي الكرانك طبعا المسؤول عن نقل الحركة من المحرك الكهرابي للدراع المتصل بالجزء بتاع كابس الهوى عندي عمود الإدارة اللي هو المحرك الكهرابي المتصل على المحرك الكهرابي عندي محرك كهرابي عندي استوانة عندي مكبس الاستوانة استوانة طبعا ده الجزء الاستواني او الدائري الدوراني اللي بيتحرك داخله المكبس اللي بيعمل عملية ضغط او عملية دفع الايه للهوى عندي عمود المطرقة عندي طق للمطرقة عندي السندال اللي هو الجزء اللي بتحط عليه المشغولة عشان تعمل عملية تشكيل عندي صمامات لدخول وخروج الهوى الصمامات دي مسؤولة عن دخول وخروج كمية الهوى اللازمة لنقل الحركة داخل الايه الكباس او المكبس بتاع المطرقة عندي بعد كده طريقة التشغيل ونقل الحركة ده شكل المطرقة النوع التاني اللي هو مطرقة الهواء او مطرقة الهواء الهواء المضغوط عندي زي ما احنا شايفين عندي كرانك كرانك ده بيكون متصل بمحرك كهرباء اهو في عمود الكباس ده بيكون متصل بالكرانك لا مركزيا بيكون متصل عمود الكباس ده بكباس الطرمبة اللي موجود هنا كباس الطرمبة ده بيكون الهدف منه ان فيه كمية هوا موجودة هنا تمام وفيه عندي سمام لدخول الهواء وفيه عندي سمام تاني هنا السمامين دول لدخول الهواء لما بيبتدي كرانك ده يلف او ينتقله الحركة من المحرك الكهرباء يبتدي يضغط عمود الكباس فيبتدي يضغط كباس الطرمبة فيبتدي يضغط كمية الهواء اللي موجودة هنا كمية الهواء دي بتروح فين بتبتدي تدخل من خلال الصمام صد واحد اللي موجود عندي هنا اللي هو عند النقطة الحمرة دي الصمام ده بتبتدي تدخل منه كمية الهوى فتبتدي تدخل هنا فتعمل عملية ضغط للجزء الحامل للعمود المطرقة او طقل المطرقة وفي نفس الوقت بيكون في عندي هنا صمام تاني لما يبتدي الضغط هنا يطلع لفوق يبتدي كمية الهوى اللي هنا تتضغط من الصمام واحد ويبتدي يعمل عملية تفريغ للهوى اللي موجود هنا من خلال صمام اثنين يبقى فيه عمليتين بتمه في نفس الوقت عملية دفع للهوى وعملية سحب للهوى من صمام تاني بحيث ان أنا عندي يبقى عندي سحب للهوى من الجزء صمام رقم واحد او ضغط على الصمام من الهوى للصمام رقم واحد وسحب للهوى من الصمام رقم اثنين الضغط هنا بيضغط على الجزء المجبس الحامل لطول المطرقة والسحب من هنا بيقوم بعملية شفط الهوى اللي موجودة تحت المجبس فيبتدي يعمل عملية جذب للمطرقة لأسفل يبقى في عملية ضغط من أعلى للمجبس وعملية سحب للمجبس من أسفل ده كله بيؤدي إلى سقوط المطرقة أو عمود المطرقة فتبتدي تسقط المطرقة على المشغولة اللي موضوعة على السندان فتعمل عملية التشكيل طيب لما يبتدي القرانك يلف عكسي يبتدي يسحب الدراعة فيبتدي الدراعة هنا عن طريق كباسة طولومبا يبتدي يعمل عملية شفط الكمية الهوى اللي موجودة هنا فيسحب الهوى من السمام رقم واحد فيخرج الهوى من هنا ويبتدي يتسحب هنا في نفس الوقت بيكون في عملية دفع الهوى من السمام رقم اتنين عملية شفط من الهواء من السمام رقم واحد بتسحب المجبس لأعلى الحامل للمطرقة وعملية دفع الهواء من السمام رقم اثنين بتبتدي تعمل عملية مساعدة للمجبس ان هو يرتفع لأعلى فتبتدي ترتفع مع عمود المطرقة وبالتالي تقول المطرقة يرتفع لأعلى دي فكرة عمل المطرقة اللي هي بيعمل بنتم فيها ضغط الهواء يبقى عندي سمامين سمام اول وسمام تاني مسؤولين عن دخول وخروج كمية الهواء اللازمة لعملية تشغيل المطرقة نشوف بعد كده عند دوران المحركة الكهرابي تنتقل الحركة الى الكرانج تاني حاجة يتحرك الزراع المتصل بالكرانج من الطرف الاول ويتصل بالكباس من الطرف التاني زي ما احنا قلنا ان في عندي لما المحركة كرابي بيتم دورانه بيبتدي تنتقل الحركة الكرانج الكرانج هو متصل بيدراع من الطرف الاول ومتصل الدراع ده بالكباس من الطرف التاني وبيتم هنا ان الكباس ده بيتحرك داخل الاستوانة فيضغط الهواء عندي بعد كده بينتقل الهواء المضغوط من التلومبا الى الاستوانة وبالتالي الى الصمام اثنين بتأثير ضغط الهواء الذي ينتقل من استوانة التلومبا اللي هي سين واحد الى الاستوانة سين عن طريق الحرى العليا والصمام صد واحد وتقل المطرقة ده عملية نقل الحركة بالنسبة للمطرقة اللي هي بيتم فيها ضغط الهواء من خلال السمامين صد واحد وصد اثنين عندي النوع الاخير بالنسبة للمطرقة البخارية زي ما احنا قلنا بيتم استخدام البخار في عملية نقل الحركة داخل المطرقة البخارية زي ما هنشوف كده تعتبر المطارق البخارية افضل المطارق الالية لانها اسهل تشغيلا واقلها نفقة زي ما احنا قلنا ان هي اسهل مطرقة في التشغيل وفي نفس الوقت التكلفة بتاعتها بيكون قليلة وعملها مشابه تماما لعمل الالة البخارية العادية اي انه لها استوانة يتحرك داخلها مجبس بضغط البخار ولها فتحتان جانبيتان لدخول وتصريف البخار تعتمد نظرية عمل مطارق البخارية على البخار من رفع المجبس وتقل المطرقة وعند تصريف البخار من اسفل المجبس فيسقط تقل المطرقة والمجبس بتأثير سوكلة اجزاء المطرقة البخارية اول حاجة استوانة سين نمرة اثنين مجبس ميم ثلاثة ساق المجبس اربعة زراع مفصلي خمسة كتلة المطرقة ستة جزء غينفاري لتركيب المطرقة الجزء غينفاري ده بيستخدم في تثبيت تقل المطرقة عن طريق مجرى غينفاري بتبقى محفورة داخل الجزء العلوي لتثبيت المطرقة اللي بتثبت فيها تقل المطرقة فتحات لتنظيم دخول البخار طريق التشغيل ونقل الحركة عندي هنا المطرقة البخارية تعتمد فكرة عملها برضو عن طريق مجبس وعن طريق دراع متصل بي الجزء الحامل للمطرقة اللي هو عندي الجزء ده كاف ده قدي المجرى الغينفاري المجرى الغينفاري دي بيتثبت فيها تقل المطرقة على حسب الشكل اللي انا عايزه عندي هنا مجبس موجود وعندي عمود حامل للجزء الغينفاري اللي بيتثبت فيه تقل المطرقة لما بيبتدي يتحرك هنا او يتم دفع كمية البخار من خلال السمام رقم واحد يبتدي تضغط هنا على المجبس فيبتدي تضغط الدراع المتصل بي الجزء الغينفاري اللي بيكون متصل بي تقل المطرقة يبقى الاستواناسين بيتحرك داخلها المجبس ميم المتصل بمسافة بمسافة المنتهي بها جزء الغينفاري الجزء الغينفاري طبعا اللي هو عنده بيكون الهدف منه ان انا بركب الجزء المتحرك اللي هو بتاع المطرقة اللي بيتم باستخدامه فيه عملية تشكيل اللي هو تقل المطرقة وبيكون هنا طبعا السمامات لدخول وخروج البخار كده احنا اتكلمنا عن المطارق اول حاجة المطرقة المطارق الميكانيكية بسخدم فيها حركة ميكانيكية زي المطرقة ذات السير المطرقة ذات اللوح الخشبي والمطرقة اللي هي زات الياي اللي فيها اشريطة من الجل اتكلمنا عن المطارق الهوائية اتكلمنا عن المطرقة البخارية وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اتكلمنا عن المطارق بانواعها المختلفة نكون وصلنا لنهاية الحلقة اشكركم واترككم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته